مرحبا إذا كنت من الناس المهتمين بحساب السعرات الحرارية والخطوات وعدد الكيلومترات اللي أنت قاعد تحركها مثلا أو تمشيها يومي هذا التطبيق من أفضل التطبيقات بالأبستور اللي راح يساعدك خاصة إذا ما كان معك مثلا ساعة أبل واتش هذه واجهة التطبيق أول ما تفتحها تختار طبعا اللي هو هل الخطوات بشكل طبيعي أو مثلا ذوي احتياجات خاصة نختار الخطوات وبعدين نعطيه السماح الوصول إلى تطبيق الصحة علشان يسجلي كل شيء في هذا التطبيق نقول له استمرار وبعدين نشغل كافة بالفئات ونقول له السماح بالشكل هذا وبعد كده تحدد مثلا بياناتك حسب المطلوب وتعطيه استمرار الآن هو يطلع لك مميزات طبعا للترقية قل له لا باستخدمها بشكل مجاني من فوق اضغط على ابدأ راح يفتح لك التطبيق مباشرة راح يحسب لك الخطوات وهذه البيانات الأولية أخذها من تطبيق الصحة بيطلع لك بالنص هنا طبعا الهدف الهدف أنا عشرة لاف خطوة في اليوم أنا مشيت منها 1119 هنا السعرات الحرارية هنا عدد الكيلو هنا الزمن اللي أنت مشيت فيه والميزة فيه أنك تقدر برضو بضغطة 3D Touch ممكن أنه يطلع لك البيانات بالإضافة إلى أنك ممكن أنك تضيفها هنا عندك في الوجه بالضغط وبعدين تختار مثلا التطبيق تشوف التطبيق قوينا وتضغط على علامة الزائد راح يجيك هنا تضغط على تم وراح تحصله موجود هنا بدون لا تدخل التطبيق بيطلع لك كل البيانات هذا أفضل تطبيق للي ما عندهم ساعة أبل واتش لمتابعة عدد الكيلومترات والسعرات الحرارية بالإضافة إلى الخطوات حتى للناس اللي عندها ساعة أبل واتش ممكن أنهم يستفيدون من هذا التطبيق لأنه راح ينزل أيقونة على شاشة الساعة خاصة بهذا التطبيق إذا دخلت على الإيقونة فيها بيانات عن الحركة اليومية لك وعدد السعرات وغيره وممكن أنك تحسب خطواتك المشي أو الرياضة هذا التطبيق جدا ممتاز بنزل لكم رابطة بسنابل جاية تحياتي